ما زال ملف محاسبة قتلة الناشطين وإفلاتهم من العقاب يمثل أحد أهم التحديات التي تواجهها حكومة الكاظمي التي لم تحرز أي تقدم رغم التعهدات المتواصلة واللجان العديدة التي شكلتها لهذا الغرض ما يؤكد أنها غير جادة في معالجة هذه القضية أو أنها ترضخ لضغوط أحزاب وميليشيات نافذة وبعد حملات نظمها ناشطون عراقيون للمطالبة بالقصاص من قتلة المتظاهرين أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على ضرورة معاقبة المسيئين والفاسدين منتقدا غياب النزاهة والعدالة ووفقا لمرصد أفاد المعني بالقضايا الحقوقية في العراق فقد تجاوز العدد الكلي لضحايا التظاهرات منذ الأول من تشرين الأول عام 2019 ولغاية نهاية عام 2020 عتبت 762 متظاهرا كما تم تسجيل إصابة أكثر من 27 ألف متظاهر منهم نحو 900 سترافقهم إعاقات دائمة وتشوهات ومشاكل صحية مدى الحياة وأشار المرصد إلى أن مدن بغداد والناصرية والبصرة تتصدر عدد الضحايا في العراق مسؤول في مكتب الكاظمي كشف أن أحكاما ستصدر على أفراد وضباط أمن بتهمة قتل متظاهرين لكن مع غياب قادة الميليشيات عن مشهد المحاسبة حيث يقول المسؤول أن الحكومة تواجه صعوبة كبيرة في التحقيق مع هؤلاء وهو ما حول الملف إلى سياسي وكانت لجنة تقص الحقائق المعنية بملف الكشف عن قتلة المتظاهرين قد أعلنت استدعاء 112 ضابطا ومنتسبا للتحقيق معهم بشأن أحداث تظاهرات تشرين وقال المتحدث باسم اللجنة محمد الجنابي أن اللجنة حصلت على أكثر من سبعة آلاف وثيقة قضائية من المحاكم المختصة لم يكن هناك إذن طرف ثالث يقف وراء عمليات الاغتيال والخطف كما روج له عند انطلاق ثورة تشرين وهو ما دفع أطرافا سياسية إلى الحديث عن إمكانية نقل ملف قمع المتظاهرين إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال عدم إحراز تقدم من القضاء الذي لا تنقصه الأدلة والشهود بقدر ما تنقصه النزاهة والقدرة على إحقاق العدالة